السيد الرئيس في البداية كانت تقدموا بتعزيل سيد المستشار السيد المبارف الوفادي الوالدة ديالو وأيضاً لا بد بدوري أن أشهيد بالتدخل للحازيم اللي كانت ديال القوات المسلحة الملكية في منطقة القرقالات واللي كيف مقال زميلي ورافيقي السيد الصادي نحن هنا مش حالها ديوك هنا قدرنا إيشارات للحكومة والدولة بأنه ما يجري هناك يجب وضعه حدي له الآن يجب أن نعتارف وأن نقول بأن القرار اللي التخذ كان صائباً وكان في محلي وتتمة للمداخلة ديال السيد الصادي أريد أن أؤكد على أن حكومتكم السيد الوزير اعتمدت فقط على خطب صاحب الجلالة دون عناء ولا بد لأي مجهود باش تدير واحد قانون مالية لي يكون في مستوى الظروف وفي مستوى تطلعات الشعب المغربي قد نبدأ مباشرة مع الفرضيات اللي جاب قانون المالية فقد بني مشروع قانون المالية على الفرضيات التالية فقد توقعتم السيد الوزير محصولاً فلاحياً من سبعين مليون كمتار وصعر صرف الدولار مقابل تسعود دولار مقابل درهم تسعود ونص ومعدل تدخم في واحد في المياه وصعر البطان تلتمية وخمسين دولار للطن وتوقعتهم تبعاً لذلك نسبة نمو أربعة فسيسة ثمانية على أساس أن الطلب الموجهة المغربي سيكون هو اتناش فاصيلة ستة وبنظرة بسيطة وفاحصة يتضيح أن هذه الفرضيات هشة ومعرفتش علاش الحكومة صر على أنها تدير هذه الفرضيات اللي هي هشة وهي تعريف قبل أي إن كان على أنها هشة فحنا في شهر نوفمبر والتساقطات حد ساعة مازال مكيناش والسنة الماضية كانت سنة جافة ولم يتعدم حصول الحبوب ثلاثين مليون كنتار فكيف تتوقعون سبعين مليون كنتار والآن بدكيبان بأنها هذه الفرضية لا يمكن بلوها ونتمنى أن الله يجيب الشتابة باش نوصلوا لهذه الأمنية هذه سبعين مليون كنتار سعر الصرف راح اليوم مطلب من المغرب هذه المنظمات التي تعتبركم في الميد نجيب على أنهم طلوب مزيد من المرونة في سعر الصحر في الدرهام وحتى هي لها ملاحة أما نسبة النمو فهي تبدو مغرقة في التفاؤل لأن أرقام المشروع قانون المالي نفسه تؤكد ذلك في يفترض أننا نتهينا من جائحة الكورونا وأننا الاقتصاد ننطلق ويحقق نسبة النمو من بعد نسبة الناقص 5.8 والدليل أنه حتى ناقص 5.8 غير قبل شهر كنت قد قلونا فتوقعاتكم لا تسمد حتى مدة قصيرة وتفترضون أيضا أن شركاءنا الأوروبيين سيخرجون من الجائحة وسيرتفع الطلب على صادرات المغرب وهذا العمر فرضية طوباوية يتضح اليوم أن أرضيتها رملية متحركة ولا محالة فهي منهارة توجهات العامة كما قلت بأن الحكومة لم تتعب نفسها وتوجهت إلى الخطب الملكية وأخذت التوجهات التي قالها صاحب الجلالة في الخطب وجابتها كتوجهات عامة لقانون المالي مزيان ولكن في التنفيذ ماذا أوقع؟ معروف أن هذه التوجهات العامة هي إطلاق خطة طموحة لإنعاش الاقتصاد الوطني تعميم تغطية الاجتماعية لجميع المغاربة إصلاح عامل القطاع العام ومثالية الدولة وعقلنا التذبير في إطار تنزيل سريع أو إطلاق الخطة للإنعاش الوطني التي تقدي بضخ 120 مليار درهم في الاقتصاد الوطني منها 75 مليار درهم كقروض مضمونة من طرف الدولة فحينما نتفخص هذه القروض نجد أن بعض من توجاتها ليست جديدة لهذه السنة ولكن سبق إطلاقها صورة بشاريع قديمة ديال 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 إعطاء قروض مضمونة من طرف الدولة لمقاولات نعرف أنها تسير نحو الموت سنوياً كتموت واحد العدد دين المقاولات المغرب فإذا كنا نقدها وعطيناها القروض ولكن إذا نعطيها القروض وهي ستموت و ستلقى القروض على الدولة فلا يمكن لماذا نعطيها القروض لا يمكن إعطاء قروض لمقاولات أو شركات تعلن الخسارة لسنوات متواصلة والأرقام ديالكم كتقول بأنه حوالي 70% ديالفريكات كتتصرح سنوياً بأنها ما عندهاش أرباح وبأنها كتتعدي الدريبة للدنيا لذلك لا بد من معالجة هذه المعضلة التي يعاني منها الاقتصاد الوطني والنظام الدريبي فلا يؤقل أن 24 شركات و أدي 50% من الضريبة على الشركات و لا وخصنا في إطار متالية الدولة أنه الذي يخلص الضريبة و يخلصها و الذي يضيك لاري تانوياً بأنه لا يربح جاء هذا الإجراء ديال مزيان سنتين متتابعتين غير تحرم ولكن خاص المراقبة والمحاسبة أما بالنسبة لصندوق محمد السادس لإستثمار الاستراتيجي فلا بد أن نسجيل أنها مبادرة مهمة لكن لم تقولوا لنا سيد الوزير من أين ستأتي 30 مليار قلتم بأنها ستعبأ لدى الشركاء الداخليين والخارجيين ولكن شكوناهما بحتى نفل وثائق ما لقيتش شكوناهما كيفاش ما كانش كيفاش نبغي تعطينا تضيحات في هذا الاتجاه إلى جانب 15 مليار ستضخم ميزانية الدولة هنا لا بد أن نقترح على الحكومة تحويل جزء من الدين الداخلي إلى هذا الصندوق لتتحول إلى استثمارات كما نقترح أن يكون إحياء شركة لسامير ضمن المخطط الاستثماري لهذا الصندوق لاسترجاع وحدة صناعية مهمة في النسيج الاقتصادي الوطني كما نستعجل بالمناسبة وقد ذكر ذلك صديقي السيصادي نستعجل اللجنة التي كلفت بالنظر في تقرير من الجليس المنافسة لكي تخرج لنا هذا التقرير سيد الرئيس سيد الوزير عودة إلى تطلعات المغاربة إلى إقلاع اقتصادي سريع في ظل أزمة كورونا على الحكومة أن تجعل هذا الإقلاع مشتلاً للتشغيل وإلا ما الفائدة من دخ الملايير دراهم دون عائد ولا تأثير على المواطنين فالبطالة ارتفعت بشكل مهول وحتى من كانوا يتوفرون على شغل جاءت الجائحة لحرمانهم من مصدر دخلهم وزادت الحكومة الطين بلة بإعطاء الضوء الأخضر للمقاولات للطرد 20% من اليد العاملة وهو ما أسبق أن أشرنا إلى ذلك وقلنا إنه قرار أهوج وغير مسؤول سيد رئيس السيد الوزير سيدات السادة أظهرت الجائحة أنه على الدول أن تعتمد في اقتصاداتها على مؤهلاتها وأن تتوجه إلى تلبية حاجيات مواطنيها وأولوياتهم وعليه يجب التوجه نحو إقلاع صناعي يعتمد في الأساس على مؤهلات بلدنا وعلى رأسها الفصفات ونحو فلاحة توجه بالأساس إلى احتياجات بلادنا فلا يُعقل أننا بلد فلاحي ولا نضمن الاكتفاء الداتي من الحبوب النقطة الثانية في التوجهات العامة هي التغطية الاجتماعية والتي تحولت إلى نقطة واحدة جاءت في الخطاب الملكي التغطية الاجتماعية تحولت إلى التغطية الصحية لا بد في البداية من أن نؤكد أننا في الكونفيدرالية الديمقراطية للشغل نثمن هذه المبادرة وأن التغطية الاجتماعية إحدى أولويات مطالب الكونفيدرالية الديمقراطية للشغل والحركة اللقابية عموما ولطالما نادينا بإيلاء الحماية الاجتماعية العناية اللازمة لأنها أساسية لمجتمعين لكن هذه التغطية أو الحماية الاجتماعية لا تضم فقط التغطية الصحية ولكنها تضم أيضا التقاعد والتعويضات العائلية والتعويض عن البطالة والتعويض عن البطالة والحد الأدنى للعيش سيد الرئيس سيد الوزير يمكننا أن نعب تابرة تعميم التغطية الصحية في ظل جائحة كورونا أنها تحضل اليوم بالأولوية وحسنا فعلت الحكومة وهي تهم حسب وطائق مشروع قانون المالية حوالي 22 مليون مغربي بغلاف مالي بحوالي 13.8 مليون لكن المتير أن حوالي 11 مليون المواطن الذين كانوا يستفيدون أو يستفيدون اليوم من نظام المساعدة الطبية سيتم إحالته مع الصندوق الوطني الدماء الاجتماعي ولم تجد الحكومة من وسيلة لتمويل هذا التحمل سوى فرض مساهم اجتماعية للتضامن نعم للتضامن لكن الأجراء سبق أن تم الاقتطاع من أجورهم للتضامن ضمن صندوق كوفيد 19 وهم متضامنون بمساهمتهم في الصندوق الوطني للدمار الاجتماعي وعليه فالكونفيدرالية الديمقراطية الشغل ترفض فرض مساهمة جديدة على الأجراء وتطالب بأن يساهم الجميع في التضامن خصوصا من استفادوا لسنوات من خيرات المغرب ومن استفاد من ظروف الجائحة خصوصا شركات المحروقات والأبناء والتأمينات وشركات الاتصال ونتساءل كيف إن النسبة المخصصة لمساهمة الشركات التي فوق ربحها الصافي 40 مليون درهم كانت هي 5% ثم تحول تبين عشية وضحاها إلى 3.5% وقد سبق قال لكم فدرالية الديمقراطية الشغل أن اقترحت إبناء إداد مشروع قانون المالية للسنة المالية 2020 وقبل الجائحة اقترحنا 5% كنسبة للمساهمة للتضامن للشركات التي يفوق ربحها الصافي 25 مليون درهم ولشركات المحروقات لاسترجاع الأرباح الريعية وغير الأخلاقية التي جنتها خلال تحرير سعر المحروقات من جانب آخر فإن ظروف الجائحة هي الوقت المناسب لسن ضريبة على الطروة الدربة على الطروة نقشة طويلا هآنا الأوان وهذه لقيت ديالها عوض اللجوء السهل والأوتوماتيكي إلى جيوب الأجراء والطبقات المتوسطة من نقطة تالتة في توجهة العامة فتتعلق بتعزيز متالية الدولة وعقلنا التدبير وذلك بإصلاح عميق للقطاع العام ومعالجة الاختلالات الهيكلية المؤسسات العمومية وهذا كتلجه العام لا يمكن إلا أن نتفق معه لكن نخشى أن يكون الأمر جعجعة بلا طحين ولنا أمثلة سابقة المغادرة الطوعية وحدث سلال الدنيا ودمج المكتبين الوطنيين للماء والكهرباء وآخر الأمثلة هو ما أقدمتم عليه السيد الوزير في خطوة غير مفهومة بحدث 12 مرفق للدولة مسير بصورة مستقلة تابع لوزارة السياحة وإحالة موضة فيها على وزارة التربية الوطنية وتحييئ مقراتها كهدايا ريعية للقطاع الخاص سيد الوزير البارح في كل مدن اللي فيها هذا المعاهيد ديال السياحة اللي اللي بشكل غير مفهوم جبتوهم في تعديل على قانون المالية اللي جبتو ودوستوه في مسجلس النواب البارح على الصعيد الوطني كله فيه احتجاجات في المدن اللي فيها هذا المعاهيد بالخصص في المحمدية وأقادير جديدة مراكش سلا أرفود فاس البارح ونحن مجتمعين هنا الناس محتجين على هذا الإجراء في قانون المالية غير المفهوم وما كان نفهموش علاش بعض المعاهد ها هو معهد نفس تسمية نفس نفس المهم اللي كيدير واحد منشهة تربية الوطنية واحد بقى في وزارة السياحة ما بغيناش هاد 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 الامر يدوز بدون استشارة المعانيين بالامر بدون حوار مع العاملين بالقطاع يتم بهذا الشكل وبين عشيتين وضحاها وفي غفلتين من الجميع باش نعطيه هدايا ريعية للبعد اللي في القطاع الخاص بغي استطبر ودار مسحة ولا دار كل يدي الطب وخصفين يدير مسحة يمشي يعري على كتافه ويشري مسحات ويديرها وراء ما يمكن نقبله أنه مؤسسات ديال الدولة تعطل بشكل ريعي لبعض الناس ونطالبكم سيد الوزير أن تتراجعوا على هذه الخطوة المتسرعة وأن على الأقل تعطيه تأجيل ذلك إلى سنة 2021 حتى تتيحوا في إطار الحوار حتى تتراجعوا بشكل الآن تتراجعوا أن السياحة فيها مشكل وأنكم بغين تدخلوا فيها أموال حتى تكون جاذبة وهذه الناس تتكو الناس الذين يستقبلوا السوحرة في هذه المعاهد فيما تكون الآن هذه الأساتيدة كلهم سيذهب إلى الوزارة التربية الوطنية ما يقرر طبخ في الوزارة التربية الوطنية ولاش وما الداعي إلى ذلك وما الداعي إلى ذلك ولماذا تحويل بعض المعاهد دون أخرى ردك شي باين سيد الوزير باين ذك شي ومن بغيوش نذكر الأشياء بأسمائها نحن بغيونا الأمور تعالج بالتي هي أحسن واللبيب من الإشارة يفهم فالكل أم أولويات على ذكر إحالة على التعليم أولويات التعليم والصحة اللبيب بالإشارة يفهم فالكل اليوم بات يعرف واقع التعليم والصحة وكيف عرت الجائحة على هذا الواقع خصوصا في الصحة والذي بدى للبعض بشعا واعتبر عند البعض الآخر صدمة أما نحن في الكون فدرالية الديمقراطية الشغل فنعرف هذا الواقع حق المعرفة ولا طالما نادينا بضرورة إعطاء الأهمية للقطاعات الاجتماعية وضرورة الاهتمام بالتعليم والصحة كأولوية وقد أخذت الحكومة هذه المقولة وصارت ترددها دون كلل أو ملل دون عكسها على الأرض الواقع ودعونا نوضح ذلك من خلال أرقام مشروع قانون المالية تتبجح الحكومة أنها خصص 72 مليار لقطاع التعليم وهو بالضبط نفس المبلغ الذي يخبره سيدا في 2020 تتبجح الحكومة أيضا بتخصيص 18 ألف منصيب شغل 17 ألف منها في إطار الهشاشة أي التعاقد ودون أن نعود إلى التفصيل في هذا الموضوع الذي سبق وأنقلنا فيه الكثير نريد أن نشير إلى أن 8382 موظف بقطاع التعليم سيحالون على التقاعد وإذا عرفنا القطاع سيعرف ولوج 700 ألف تلميذ جديد بالإضافة إلى 140 ألف تلميذ سيعودون من القطاع الخاص ليصير المجموح حوالي 850 ألف تلميذ جديد ولم تبنى سوى 179 مؤسسة وهذا يعطينا النتائج التالية بحملية بسيطة بسيطة هذو الأساتي التي سيخدم 88 تلميذ لكل أستاذ وأكثر من 4700 تلميذ في كل مؤسسة من هذه المؤسسات التي ستنجيئون هذا إذا سلمنا أن كل مناسب ستخصص للأساتذة وكل مؤسسات ستخصص للتلاميذ الجدد هذه هي أولوية التعليم عند الحكومة لطالما بحة أما بالنسبة للصحة فلطالما بحة حناجرنا ونحن ننبه إلى واقع الصحة فجاءت كورونا وجعلت الجميع يقفوا على هذا الواقع في المغرب وبدت الصدمة على العديد ممن لم تطأها أقدامهم من قبل وخرج للعلن واقع مستشفياتنا عبر فيديوهات كشفة المسطور الحكومة تدعي أنها تعتبر الصحة أولوية ولا طالما تغنت بأن في قوانينها المالية السابقة أنها قوانين نداذ نفس اجتماعي وقد بررتم هذه الأولوية سيد الوزير بكونكم خصصتم لقطاع الصحة ميزانية بعشرين مليار درهم وسبق أن منحتم للقطاع ثلاث ملايير من الصندوق الخاص بتدبير جائحة كورونا بالمناسبة نحن في كونفيدرالي الديمقراطية نطالب بتحويل هذا الصندوق إلى صندوق لتدبير الأزمات فهل زيادة خمسات المليار درهم في الميزانية هو ما سنواجه به الموجة الثانية من كورونا لا قدر له إن أزمة كورونا جعلت بعض الدول تبني مشافي في مدد قياسية وقد كان على المغرب على الأقل أن يسرع بإكمال المستشفيات الجامعية التي مضى على بداية بنائها سنوات دون إنجازها وكان على الحكومة لإعطاء إشارات قوية للمغاربة أن تعلن على الأقل على إنشاء كليات للطب في الجهات التي لا توجد بها وأن تجعل من الجائحة مناسبة لإصلاح هذا القطاع وهو بالمناسبة شاكر قطاع شاكر ومبدل للمجهودات التي تبدل لصالحه ولو كانت وكان على الحكومة أن تعطي إشارات تجاه العاملين بالقطاع بتخصيص تحفيزات مادية ومعناوية لهؤلاء الجنود بما قدموه لهذا القطاع وبتواجدهم في الصفوف الأمامية عوض سحلهم وجلدهم وجرجرتهم في الشوارع كما حدث الأسبوع الماضي المديونية آخر فقرة السيد الوزير تقي عندي المديونية والأهل ما شي مشكل السيد الوزير جاء في الوطاق المصاحبة إلى قانون المالية أن عجز الخزينة سيصل إلى 7% إلى 5% وعليه عملتم لتخفيضها إلى 6.5% والحل الذي وجدتم طبعا هو الصمراء في الخوصصة والاستدانة ومزيد من إغراق البلاد في الديون حيث بلغ معدل المديونية 76% من نازج داخلي الخام والمنفروض أن لا يتجاوز 60% أو 65% هذه السنة ستلجأ الحكومة إلى استدانة 77 مليار درهم وستؤدي 77 مليار درهم والسنة الماضية كنتم ستؤدون 96 ونص مقابل توقع اقتراد 77 مليار درهم وهجاءت الجائحة لتتجاوز هذا السقف السقف الداخلي والخارجي وتغرق البلاد في الديون وتغرق الأجيال القادمة وترهنها بهذه الديون اعتدر السيد الرئيس لكنت أطلت بقيش حاجة نقشها في النقاش التفصيلي شكرا السيد الرئيس شكرا السيد الرئيس شكرا